ببغداد الشعراء والصور ابتدأ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد تغريدة آسرة بعد وصوله إلى بغداد لحضور مؤتمر التعاون والشراكة فقد أسرته بغداد الرشيد والمأمون كما أسرت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبين حاكم دبي والرئيس الفرنسي فقد حضر القمة كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس الوزراء الكويتي ووزراء خارجية كل من السعودية تركيا وإيران هذا التمثيل السياسي يعكس ثقة المحيط العربي والإقليمي بقدرة العراق على جمع الفرقاء على طاولة مستدرة واحدة وهذه الثقة تجسدت في الاجتماعات الثنائية التي شهدتها القاعات الثانوية في القصر الحكومي وعلى هامش القمة والتي أعد ترتيباتها فريق دبلوماسي عراقي متمكن من أدواته وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت هناك قمة قطرية إماراتية برعاية عراقية في قصر بغداد إضافة إلى قمة عراقية مصرية قطرية في قصر بغداد أيضا إضافة إلى لقاءات ثنائية مهمة جدا بين مختلف الأطراف ونجحت هذه اللقاءات حسب مصادر عراقية مطلعة في ترتيب الأجواء بين الأطراف المختلفة قبل انطلاق أعمال القمة في القاعة الكبرى بالقصر الحكومي ونلمس من هذا الحضور ليس فقط استعادة العراق لدوره الإقليمي وإنما يمكن أن تشكل القمة أرضية مهمة للتواصل بين جميع هذه الدول ومن سينضم إليها لاحقا ما يعني بناء علاقات جيدة مع كل دول الجوار العراقي والدول الإقليمية الأخرى